قال إن الإمامة خص الله بها إبراهيم الخليل بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة عجيب إذن المرتبة الأولى مقام النبوة أعلى منها مقام الخلة وأعلى منها مقام الإمام وهذا ما يستفاد من القرآن إذا تذكرون لحظة كانوا بعد قلنا بأنه صريحا نستفيدها قراءة داخلية وخارجية أن الإمامة الإبراهيمية أعلى من نبوته هذا المقام الذي حصل عليه هو أعلى من مقام ماذا؟ نبوته وفضيلة شرفه بها مع أنه كان نبيا من أنبياء أولي العزم وخليلا ولكنه مع ذلك شرفه ماذا؟ شرفه بالإمامة عجيب هذا أي مقام هذا إلي نبي من أنبياء أولي العزم يتشرف ماذا؟ بمقام الإمامة بعد ذلك سأل لابد أن نعرف أن عليا يتشرف بالإمامة أم أن الإمامة تتشرف به هذا بحث آخر في محلة لابد نعرف الروايات ماذا تشير؟ رواية موجودة عن الإمام الرضا سلام الله عليه يقول اللهم صلي عندما يأتي إلى الخاتم شوفوا هؤلاء عندما كان يصلون على الخاتم هكذا يصلون عجيبة هذه الرواية لم أجد رواية أخرى بهذا المضمون الإخوة يبحثون إلى أصحاب الكمبيوتر اللهم صلي التفت على من شرفت الصلاة بالصلاة عليها مو أن رسول الله يتشرف بأن يصلى عليه بل للصلاة شرف أن يصلى بها عليه عليه أفضل الصلاة والسلام أي مقام هذا؟ أي مقام؟ الله صلى عليه الله صلى عليه مو شرف لرسول الله شرف الصلاة اللي يصلي بها على خاتم الأنبياء مين رسول الله؟ هذا المجهول الغائب في أوساطنا من هو رسول الله؟ يكفيك أن تعلم أن علي يقول أنا عبد من عبيدي محمد من هذا رسول الله؟ إلا علي إلا أن تقول بابا مجاملات دي سويها مجاملات علي دي يقول أمير المؤمنين دي يقول أفضل الأولين والآخرين بعد الخاتم دي يقول أفضل من إبراهيم وموسى وعيسى بالقطع واليقين ماكو الشك عندي في هذا أنا يقول أنا عبد من عبيدي محمد هسه ذاك بحثنا آخر محمد 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 محمد